أبو ربيع لأن كان أكثر الكتب أكثر المحلات كانت مكتبات والآن تقلصت المكتبات نتيجة الظروف نتيجة الحصار فتقلصت إلى أن بقدت مكتبات المعدودة المقبلة تقول المصر تكتب وبيروت تطبع والعراق يقرأ هاي اليوم شو حال العراق ثقافيا نتيجة الثقافة يعني العلماء أخذوا يعني بعد الحصار الثلاثين اللي على البلد صاروا عشعر هو أخذ العراقي باع ملابسه باع الأواني بعدين باع ملابسه وأخذ ما باع باع كتاف هذا عيوني لا والله ما باع يعني العالم العراقي لما يبيع مكتبته العالم العراقي لما يبيع كتابه يعني أعز من إبدا المثقف باع كتاب العالم باع كتاب الهدي باع كتاب فها يعني معروفة نتيجة الحصار بيت بلا